نهاد تلميذة تتحدى مرض السرطان وتجتاز الامتحان الجهاوي بمدينة طانجة إليكم التفاصيل قصة ملهمة لتلميذة اجتازة امتحانات البكالوريا داخل مسحة أشعلت التلميذة نهاد أبو العيش التي تتابع دراستها في تنوية القصر الصغير التأهلية صفحة مواقع التواصل الاجتماعي حيث شكلت قصتها تجربة ملهمة للتحدي مرض السرطان وقد نشرت المديرية الإقليمية للتعليم بالفحص أنجرة وصفحة تنوية القصر الصغير التأهلية صورا للطفلة المصابة بمرض السرطان وهي تجتاز امتحانات البكالوريا من داخل مركز أحمد بن زيد النهيان لعلاج السرطان الذي تتلقى فيه نهاد علاجها وقالت إدارة المؤسسة التعليمية التي تتابع فيها نهاد دراستها إنها من نجباء مديرية الفحص أنجرة وتجسد قصة ملهمة عن الإرادة والمتابرة في مواجهات الصعب كما أنها واجهت تحديا هائلا مع اقتراب موعد امتحانات البكالوريا وأشرت صفحة مؤسسة إلى أن نهاد لم تستسلم بدافع من إصرارها ودعم عائلتها وأصدقائها وتخطت ألم لعلاج وحققت تحديا استثنائيا في شهادة البكالوريا مضيفة أنها تعد مثلا حيا على قدرة الإنسان على التغلب على أصعب الظروف كما أن قصتها ترسل رسالة أمل لكل من يواجه تحديا في حياته مؤكدة أن الإرادة تمهد الطريق لتحقيق المستحيل وفي هذا الصدد تتقدم تنوية القصر الصغير التأهيلية من خلال المدر الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بالشكر الجزيل لجميع من سهم في تمكن نهاد من هذه الفرصة مدر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة طوان الحسيمة الذي حارص على توفير جامع الظروف التي سمحت لها بأداء الامتحانات وفاطمة الظهراء المرابط مديرات مركز أحمد بن زيد النهيان لعلاج السرطان وكانت تجربة مماثلة لزينب عكرود قد قدمت درسا في قوة العزيمة والإرادة وعدم الاستسلام للمرض بعد اجتيازها لامتحان البكالورية من داخل غرفتها بالمستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء ونيلها لشهادة بمعدل متوسط وهي الفتاة المصابة بصرطان الدم البالغة من العمر التسعة عشر سنة والتي تنحدر من منطقات العونات التابعة لإقليم سيدي بن نور استطاعت أن تتغلب على إصابتها وتتحدى المرض بنيلها شهادات البكالورية في شعبات العلوم الإنسانية ترجمة نانسي قنقر